اولا السلام عليكم اهلا وسلم طلابي العزاء طلابي وطالبات العزاء اليوم اول محاضرة ومحاضرتنا لما ساق السيات الرياضيات طبيعي حمد الله على سلامتكم من كورونا وان شاء الله اموركم تكون تمام لهذا الفصل الصيفي بداية نشكر جامعة الاقصى اللي وفرتنا هذا الشيء عن طريق الموديل بداية السيات الرياضيات طبيعي مساق ساعتين طبيعي من المساقات الاساسية من مساق السيات الرياضيات طبيعي السيات الرياضيات حنشرح على النحو التالي حنشرح اول موضوع من موضوعاتنا لمساقات الرياضيات هو المنطق الرياضي الموضوع التاني حنشرح اللي هو الاسنتاج الرياضي الشغلة التالت حن نتطرق الى نظرية العدد او انظمة العدد نتطرق بعد ذلك لشغلة اسمها المعادلات بالصفة عامة المعادلة الطبيعية تنقسم إلى معادلات منها معادلات خطية من درجة الأولى وأيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام معادلة خطية من الدرجة الأولى لمتغير ومعادلة خطية لمتغيرين ومعادلة خطية لثلاث متغيرات أيضا المعادلة لحالة الطرق الأخرى هي معادلة من الدرجة الثانية حالة الطرق يمكن نحلها بعدة طرق ومعينة عشان بدون نصل للنتيجة اللي احنا بدناها طبيعي فيه شغلة اسمها معادلة اسمها معادلة خاصة المعادلة الخاصة ايضا حنتطرق لها بطرق عديدة ونشرحها بطرق سالسة سهلة اليكم عشان تقدر تستوعبوا دلك الشغلتين الاخريتين في محاضراتنا من هان لنهاية الفصل الصيفي فيه شغلة اسمها الاحداثيات المحورين طبيعي محور واي ومحور اكس في الاحداثيات هدول فيه كتير من المقاطع اللي تكون ممكن تكون موجودة لكن حنتطرق فقط لشغلتين بس اساسيتين هي المثلث والقطاع الدائري اليوم لما نتطرق لأول محاضرة من محاضراتنا اليوم سنتطرق إلى المنطق الرياضي اول منطق الرياضي يتعامل مع اللغة اللغة طبيعي تتعامل مع شغلة اسمها العبارة العبارة ممكن ان تكون صحيحة وممكن ان تكون خاطئة ولا يجتمع الخطأ والصواب في انا واحد عبارة ممكن هذه العبارة تكون صحة ممكن تكون خطأ عشان نقدر نعرفها الصحيح دائماً إحنا بنرمز لشغلة اسمها الصح حاجة اسمها أول حرف من كلمة التروب اللغة الإنجليزية وهو حرف T طبيعي بعض الكتب أو تيكولوجيا المعلمات برمزه لحرف T برمز الواحد أيضاً في أنظمة العد النظام الثنائي الحرف الآخر هو حرف أول حرف من كلمة false هو حرف F يعني خطأ برمزه له برمز الـ F وبرمزه برمز الزيرو ومعناته هذا النظام نظام الثنائي الصح و T والخطأ هو F في محاضرتنا اليوم طبيعي لما تكلم عن منطق الصح والخطأ ولا يجتمع الخطأ والصواب في أن واحد بنتكلم عن شغلة اسمها ممكن أن تكون ذلك عبارة أو ليست عبارة العبارة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون خاطئة ولا يجتمع الخطأ والصواب في أن واحد لو أنه وتكلم عن عبارة بيتقول ذهب الولد إلى المدرسة بتكلم عن ذلك تعتبر ذلك عبارة إيش يعني عبارة؟ يعني معناته إفادة إفادة معناته بتكلم أن ذلك عبارة تسمى عبارة بسيطة إحنا في المنطق الرياضي بنرمز للعبارات برموز لو أنا بدي رمز لذلك العبارة بدي رموز لها برمز وليكن رمز البي ولا يكون رمز الـ A ولا الـ L ولا الـ M أي رمز من الرموز وإحنا اعتبرنا أن الـ B هي رمز من الرموز اللي ممكن نستخدمها العبارة البسيطة لا يمكن تجزئتها لا يمكن فصلها كيف لا يمكن تجزئتها أو فصلها لما أقول ذهب الولد وأجي أقطع لا تصبح عبارة إلى المدرسة ليست عبارة لما أتكلم عن شغلة تانية يمكن أن أتكلم اليوم هو أول أيام الأسبوع اليوم هو أول أيام الأسبوع هي عبارة ليش عبارة؟ لأنها إفادة ممكن أن يكون اليوم أول الأسبوع ممكن أن يكون صحيح وممكن أن يكون خاطئا هذه عبارة تسمى عبارة بسيطة هناك من العبارات تسمى عبارة مركبة العبارة المركبة هي عبارة عن عبارتين بسيطيتين عبارتين بسيطيتين ويربط بينهما أداة من أدوات الربط لما أتكلم عن عبارة أخرى بدي أتكلم عن دهل الولد إلى المدرسة يلعب في فناء المدرسة لما أتكلم عن ذلك تعتبر عبارة بسيطة أجلت لما أدرمز للذلك العبارة وممكن أدرمزها برمز لكيو صار عندي رمزين رمز البي ورمز لكيو هذه عبارة بسيطة وهذه عبارة بسيطة أجل ما تكلم عن ذلك العبارتين بقول عنهم عبارة مركبة إيش عن عبارة مركبة؟ هي عبارة عن عبارتين بسيطيتين ويربط بينهما أداء من أدوات الربط أدوات الربط أربعة أول أداء اسمها السبعة بنقول عنها إحنا الأو والأداء الثانية اسمها تمانية و الأداء الثالثة نسميها إذا كان فإنها الأداء الأخيرة بإشارتين إذن وفقط إذن وفقط إذن بالعبارة الأخرى يعني أربع أدوات شرطية بتربط العبارة وتسمى ذلك العبارة عبارة مركبة طبعا ذلك المنطق الرياضي بتعامل مع عبارات بسيطيات زي العبارتين البسيطيتين تسمى عبارة مركبة هناك عبارات تسمى عبارات مركبة إيش يعني عبارات مركبة؟ هي عبارة عن عبارتين بسيطيتين أو أكثر ويربط بينهما أكثر من أداء تربط بتطلع أيضا في المنطق الرياضي في شغلة اسمها ممكن تكون العبارة مثلا ذهب الولد إلى المدرسة في شغلة ممكن نتكلم عنها نفي العبارة نفي العبارة ممكن نتكلم عنها بالإشارة التالية هاي حرف البي ها هذا ذهب الولد إلى المدرسة هي رمز البي لما أنا بدا نفيها ممكن نفيها بالطريقة هذه بعض الكتب تنفيها بهذا الطريقة وبعض الكتب تنفيها بهذا الطريقة النفي العبارة البسيطة هذا النفي فوقي إشارة أو النفي فوقي إشارة أو قدام إشارة أخرى وبعض الجامعات بتتعامل مع النفي بهذه الإشارة وبعض الجامعات بتتعامل بهذا النفي بهذه الإشارة هذه عبارة مركبها وأتكلم عن العبارات المركبة عبارتين بسيطيتين ويربط بينهما أداء من أدوات الرابط يعني ما لاته أن العبارات المركبة فيها أكتر من عبارات بسيطة وفيها أكتر من الروابط اللي حمنا نتكلم عليها عبارة مركبة طبعاً لما نتكلم عن العبارات دادة للعبارات لما ب Snapchat عن نفي عبارة نفي عبارة ممكن أقول المتهم بري لما اتكلم عن المتهم بري ممكن ألمزه برمز الB أو رمز LA أو رمز الB أو أي رمز بالدكية أو بالدكية بتكلم المتهم بري لما أنا بديم فيها بدي أقول له المتهم مدنب بتدرمزه بهذه الإشارة يا بالإشارة هذه يا بالإشارة هذه صار عندي أنا في شغلة اسمها طبيعي الأدوات الرابط هذه إلها استخدام ولا أكتر من استخدامها إذا وجعت ذلك الروابط بين أي عبارتين بسيطيتين إلها نتائجها كيف يعني؟ لما أتكلم عن شغل اسمها بأتكلم عن شغل اسمها جداول الصواب وبعض الحين بقولوش جداول الصواب بقول عنها جداول الصدق يا جداول الصدق يا جداول الصواب طبيعي جداول الصدق أو جداول الصواب نتكلم عليهم بأربع أدوات عنوانيها لو بدأتكلم أنا على شغلة اسمها أول جدول من جدولنا بتكلم عن ال-B وال-Q الجدول الآخر بتكلم عن B أو Q الجدول الآخر بتكلم عن B إذا كان B فإن Q الحالة الأخيرة في جدولنا بتكون إذا كان إذا إذن وفقط B إذن وفقط Q هذا يكون له جدول يسمى جدول الصدق وهذا يمكن يتكون له جدول يسمى جدول الصدق وهذا يمكن يتكون له جدول يسمى جدول الصدق وهذه العبارة المركبة يمكن أن يتكون لها جدول يسمى جدول الصدق لو أنا بيتعامل مع ذلك الجداول بهذه الطريقة وأستخدم جدول من الجداول وإيش الأداء هذه لما تجع بين عبارتين بسيطيتين إيش النتيجة تبعتها إن كانت أو ولا كانت و ولا كانت إذا كان فإن أو إذن وفقط إذن أول جدول من جداولنا لما أنا استخدم إشارة إلواها بتكلم عن شغلة اسمها هاي بي بتكلم عن شغلة اسمها كيو بتكلم عن شغلة اسمها بي وكيو هذا الجدول بنسميه جدول الصدق للقضية أو العبارة المركبة بي أو كيو لما أتكلم عن العبارة بأت بشاهد إنه أنا في عندي أكتر من عبارة ها أكتر من عبارة دائماً في منطقنا الرياضي كل عبارة بتاخد إما تكون صح وإما تكون خطأ يعني لو كانت عندي عبارة زي عبارة البي هادي العبارة ممكن أقول عنها صح ممكن أقول عنها خطأ هادي عبارة وحدها في قانون أستخدمه في جداولنا لجداول الصدق يسمها اتنين قصها هاكت هادي واحد تعتبر عبارة لما أتكلم عن العبارة بتكلم عن تنتينها إذا كانت هادي عبارة هادي عبارة وحدها ممكن أن تكون صحيحة وممكن أن تكون خاطئة لو كان عندي عبارتينها بتكلم عن اتنين قصة اتنين معانا تصارت قديش أربعها لو كانت عندي اثنين قص ثلاثة دا تكون تمانيها لو كانت عندي اثنين قص أربعة هي ستة عشر طبيعي في منطقنا الرياضي بنحاول نتعامل فقط مع عبارة أو عبارتين أو ثلاث عبارات من العبارات اللي عندي طبعاً لو بدأتكون الجداول مبدئياً لما أتكلم عن عبارها عبارة وحدها وكونها جدول صغير قبل ما أكون جداول الصدق أو جداول اللي أنا ممكن أستخدمها لو أنا بأتكلم عن ذلك العبارة بهذا الطريق في هذه النقطة الصغيرة لو أنا بأتكلم عن جدولها هاي البي وهينف البي البي بتاخد إما تكون صح وإما تكون خطأ وبعض الحين نستخدم واحد وصفر لما أنا بتدنفل تي الواحد بتصير صفر لما أنا في الاف بتصير واحد لما استخدم المنطق تابعيها في العبارات هذه بتكلم عن بي وكيوها هل يا ترى لما أقول بي وكيو هي عبارة منطقية صحيحة بل هي غير صحيحة ليش؟ لأنه لا يجتمع الخطأ والصواب في آن واحد هادي بي نفي لما أقولها بالعبارتين اللي بتكلم عليهم صح وخطأ صح وخطأ إذا أجل الصح والخطأ استخدام الوا دائما بين عبارتين بسيطيتين ها هذه الإشارة إذا استخدمناها بين عبارتين بسيطيتين إذا ما كنتش بكون صح وكتش بتكون خطأ هذه العبارة بتكون صح فقط في حالة واحدة إذا كانت العبارة الأولى صحيحة والعبارة الأخرى صحيحة ها أما باج العبارات هي عبارات خاطئة ها بتطلع حان بلاجة بتكلم صحة بلاجة خطأ خطأ وصح أيضا خطأ بلاجة لهان شغلة اسمها غير منطق ها مانتها هذا غير منطق رياضي يجتمع الخطأ والصواب في آن واحد لو أنا بدي أستخدم البي أو نفل بي ها صار إشارة الأو لما بدي أستخدم الإشارتين هدول إشارة الأو دائما ها هي صحيحة بين أي عبارتين إلا في حالة واحدة خاطئة الخطأ أو الخطأ هو خطأ وباجي العبارات هي صحيحة يعني مانتها لما تكلم عن شغلة اسمها صح أو خطأ هو صحيح خطأ أو صح هو صحيح مانتها هذه منطقية رياضية لو أنا بدي أكرهها بدي أقول المتهم بري أو المتهم مذنب مانتها هناك قضية هناك عبارة وهي عبارة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون خاطئة بالمنطقة لكن ها لما أقول بي وانا في البي مانتها فيش منطق رياضي ها بيتكلم عن شغلة اسمها خطأ العبارات هنا خطأ لما أستخدم الجداول بين عبارتين ها استخدام إشارة الأو أو الوا أو إذا كان أو إذن وفقط إذن أول جدول من جداولنا أول فرضية من فرضاتنا أو تعبير من تعبيراتنا بدي أقول نصلا صح صح خطأ خطأ ممكن ما أقولش أنا صح صح خطأ خطأ ممكن نقول صح خطأ صح خطأ ممكن نقول خطأ خطأ صح صح لكن إلها شروط وإلها معايير أولا كل عبارة لازم تأخذ اتنين صح واثنين خطأ العبارة الثانية لما أبدا أقولها صح خطأ صح خطأ الهدف من عملية العبارتين البي والكيو ها البي والكيو بتكلم عن شغلة اسمها عبارتين صحاتين عبارتين خاطئتين ها عبارة صح عبارة خطأ عبارة صح يبقى خطأ عشان أتأكد من أنه جدولي هو جدول صحيح لازم يكون أنه ما يكونش متكرر ها وصح صح ها ما يكونش هنا صح صح هاي صح خطأ ما يكونش هنا ها ها بلاقي صح خطأ صح هنا خطأ خطأ يبقى العبارات عندي اللي أنا حطيتها هي صحيحة بالفرضيات تبعة المنطق الرياضي دايما نقول تلكم أنه إشارة الوا ها وقتش تكون صحيحة بتكون في حالة واحدة بس ها الصح والصح بيعطيني صح وباقي المنطق الرياضي بعطيني خطأ لإشارة الوا كمان مرة إيشارة و إذا وجعت بين عبارتين أو إذا وجعت بين عبارتين بسيتيتين بتكون في حالة واحدة هي صحيحة الحالة الأولى بس إنه الصح صح بيعطيني صح وباقي العبارات هي عبارات خاطئة الأداءة الثانية من أدواتنا المنطقية لما نتكلم عليها نتكلم هاي البي واتكلم الكيو بي أو كيو هذا الجدول الآخر لجدول الصدك للعبارة بي أو كيو لما أتعامل بذلك المنطق ممكن ما أقول returned 0011 يعني أقول خطأ خطأ صح صح العبارة الثانية عشان تكون صحيحه بدأقول مثلا هي صح وهي صح وهي خطأ وهي خطأ هالكلام هو صحيح أتطلع بلاكي 001 001 مكرر بجمع Committee الرياضي غير صحيح مأجب أتعامل بهذا المنطق أن أنا غير أغير المفاهيم... بال geography عندما أبدأ غيرها بدأقول لو أكون صح خطأ صح خطأ هل المنطق الرياضي صحيح بلاجي هاي زيرو صح وهاي زيرو زيرو واحد واحد او صح خطأ بلاجي عباراتي صحيحة والمنطق الرياضي صحيح ليش لما بدي اعمل هادا النمط من توزيعي بلاجي زيرو واحد في الزيرو واحد زيرو بلاجيز زيرو زيرو واحد واحد بلاجيش واحد زيرو بلاجيش المنطق الرياضي طيب صحيح بجي عبر عنه إشارة الأو دائماً صحيحة في كل الحالات إلا بحالة واحدة الحالة الوحيدة اللي أنا بكون عندي خطأ إذا كان خطأ أو خطأ أنا خطأ لكن هذا صح وهذا صح وهذا صح حيث كان مرة إشارة الأو دائماً إذا وجعت بين عبرتين خاطئتين إشارة الأو هي خاطئة وباقي المنطق الرياضي هو صحيح في الجدول اللي عندي للجدول الثالث في المنطق الرياضي لأنتكلم عن شغلة اسمها الجدول الآخر الجدول الثالث في منطقنا الرياضي بقول إذا كان فإنها الجدول الثالث بقول هاي بي وهي كيو وهي جدولي للمنطق الرياضي وهي بإذا كان بي فإن كيو لو أنا بتكلم بتغير السيستم تابعي ممكن نقول صح خطأ صح خطأ ها صح خطأ صح خطأ العبارة الثانية ممكن أقول مثلا صح صح خطأ خطأ هل هي صحيحة بتطلع بلاقي إنه صح صح بلاقيش فعلا صح صح خطأ خطأ صح بلقيش خطأ خطأ بلقيش معنة المنطق الرياضي لو انا بيدي اعمل ذلك الاشارات بلقي اشاراتي هي دائما صحيحة اشارة اذا كان فانها واكنش بتكون صحيحة في كل الحالات لكن خطأ في حالة واحدة دائما اذا الصح يقول الى الخطأ فهو خطأ بس لكن العبارات التانية شمالها هي عبارات منطقية صحيحة كمان مرة اشارة اذا كان فانها العبارة الوحيدة اللي بتكون فيها خطأ إذا يقول الصح إلى الخطأ فهو خطأ وباقي النتائج عندي هي صحيحة في الجدول اللي بنتكلم عليه جدول الصدق للعبارة إذا كان فإنه الجدول الأخير في عباراتي اللي أتكلم عليه عشان أستطيع أني أنا أكون من ذلك جداول تسمى جداول الصدق أو جداول الصواب هاي بي وهاي كيو هاي إذا إذن وفقط إذن إذن وفقط إذن بي إذن وفقط إذن إكيو لو أنا بتكلم عن أيضا منطق آخر لو أنا بتقول مثلا صح صح خطأ خطأ لو أنا بتكلم مغير بتقول له خطأ صح خطأ صح هل هذا صحيح بقول له آه صحيح ليش صحيح لأنه بلاقي 1-0 ها بالترتيب 1-0 ما فيش سيء 1-0 1-1 بلاقيش 1-1 0-0 بلاقيش 0-1 بلاقيش لو بتوزع ذلك التدرج بالجدول اللي عندي بلاقي إنه إذن وفقط إذن في حالة واحدة بس ها في حالة واحدة اللي بتكون صحيحة وباجي الحالات في حالات خاطئة الحالة الوحدة اللي صحيحة إذا كانوا بتنتين من نفس الصنف من نفس النوع كيف من الصنف أو نفس النوع بيكونوا بتنتين إما يكونوا صحياتين وإما يكونوا خاطئتين صحيح والباجي خطأ بتطلع حان بلاجي صح وصح بدي أقوله صح خطأ خطأ أيضا بدي أقوله صح ليش لأن وجعت إشارة اسمها إذن وفقط إذن بين عبارتين إما يكونوا صحتين بيطيني صح إما خطأتين بدي يدييني صح وباقي بدي يطيني خطأ خطأ هذا الجدول أيضا جدول إذن وفقط إذن به بتعطيني إيكيو أربع جداول لأربع أدوات منطقية نعيدهم كم مرة بنقول إنه أداة الأوها وقتش بتكون صحيحة وقتش بتكون خاطئة أداة الأو بتكون صحيحة في حالة واحدة إذا الأول صحيح والآخر صحيح هي صحيحة التاني وقتش بتكون هذه صحيحة بتكون فقط هذه صحيحة في حالة واحدة صح والصح بديني صح لكن إشارة الأو جميعها صحيحة جميعها صحيحة إلا في حالة واحدة الخطأ أو الخطأ بيعطيني خطأ لكن إشارة الوا دائما في حالة واحدة صحيحة الصح والصح بيعطيني صح والباقي بيعطيني خطأ إشارة إذا كان فإنها بالترتيب بالترتيب بالتحرك بالترتيب باتجاه السام إذا أعطاني أو أعطيت أو أفادت الصح إلى الخطأ فهو خطأ وباقي النتائج هي صحيحة بطلع على إذن وفقط إذن هذه الإشارة بالسهمين وكتش تكون صح إذا كانوا العبارتين من نفس الصنف أو نفس النوع إيش عن نفس الصنف أو نفس النوع إذا كانت العبارة الأولى صحيحة والتانية صحية صحيحة العبارة الأولى خاطئة والعبارة الثانية خاطئة فهي جميعها صحيحة بطلع عشان أستخدم ذلك المعير واستخدم ذلك الإشارات وذلك للمنطق الرياضي بدي أنا أغير المفاهيم اللي عندي إيش أغير المفاهيم اللي عندي بدي أستخدم اللغة لو أنا بدي أتكلم عن شغلة اسمها بالأدوات تبعتي إشارة الوا والأو أو إذا كان فإن لأنني بدي أقول له مثلا بدي أقول له مثلا مثال وضح أو وضحي أو وضحي بأي حال من الأحوال لأي طالب أو طالبة طبيعي أن العبارة وضحي أوضح أن العبارة نتائجها صحيحة أم خاطئة بيّن أو وضح أن العبارة نتائجها صحيحة أم خاطئة بدي أعرف أن العبارة صحة وخطأ بدي أقول له كالتالي لو كان مثلا ثلاثة ناقص اتنين هو خمسة أقول له و اتنين أكبر من ستة بطلع العبارة الأولى بلاجي العبارة الأولى ده هي خطأ false يعني zero بلاجي العبارة الثانية أيضا false يعني zero وبينهم إشارة الوا معناته أتكلم عن zero وال zero معناته الخطأ والخطأ دائماً في عبارات هي نتجتها هي خاطئة دائماً إشارة الوا وجعت بين عبارتين بين عبارتين خاطئتين هي خاطئة لكن لو كانت الوا صح والتانية صح وجعت إشارة الثمانية معناته هي إش مالها هي صحيحة بنتكلم عن إشارة الوا إشارة الأو كمان مرة بنقول إشارة الأو وقتش تكون صح وقتش تكون خاطئة إشارة الأو بتكون دائماً صحيحة إلا في حالة واحدة خطأ إذا كانت الأولى خطأ والأخرى خطأ الخطأ أو الخطأ بيعطيني خطأ إشارة التمانية هي الأولى صح والتانية صح بيعطيني الصح والباقي بيعطيني خطأ إشارة السهم إذا كان فإنها العبارة الأولى إذا كانت صحيحة بتقولي للخطأ فهي خطأ وباقي النتائجي نتائج صحيحة إشارة الأخيرة هذه إشارة إذن وفقط إذن وكتش بكون صح بتكون إذا كان الحالتين بتكون عندنا من نفس الصنف أو نفس النوع لذلك العبارة الجداول الأربع هدول بتكون لي جداول تسمى جداول الصدق أو جداول الصعب بدنا ناخد مثال صغير يعبر عن الأدوات المنطقية لجدواننا اللي احنا ممكن نستخدمه وممكن نعبر عنه بالطريقة اللي احنا تتناسب معنا لما اتكلم عن ذلك المعيير وذلك القيم بيجي قول لي بس جميعا مذا تتكلم عن شغلة اسمها الجداول في شغلة اسمها نظام في أنظمة العد أنظمة المنطق الرياضي حنستخدمها أو نكملها في محاضرتنا اللي جاية لقاء التاني إن شاء الله بنكمل المثال ونكمل التعبير عن المنطق الرياضي إن شاء الله ونكمل المثال اللي احنا ممكن نتكلم عنه في تكوين جداول الصدق أو جداول الصواب ونبين نوع القضايا اللي عنا اللي ممكن نستخدم القضايا تنقسم إلى ثلاث أقسام القضية الأولى هي قضية التحصيل حاصل والتناقض وغير ذلك حنوضحها في المحاضرة اللي جاي بعون الله تعالى ونشرح لها أمثلة ونشرح عليها أسئلة حتى يكون عنا وضوح في مسئلة أو بداية المنطق الرياضي في مسائلنا الحسابية